ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المواقع حفظه الله ورعا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر الغذائبية وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب وضد التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية وهنأ المجلس القيادة الحكيمة بمناسبة الذكرى التاسع عشر لتأسيس الحرس الوطني لمملكة البحرين وما يقوم به الحرس الوطني من جهود كبيرة في حماية أمن المملكة واستقرارها ودان المجلس ما يحدث من تجويع للمدنيين في سوريا وما تعانيه من حصار غير إنساني والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لرفع المعاناة عنهم من جانب آخر أثناء سمو رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الصحة وتأكدها من توفير جميع الأدوية وتوفير الرعاية اللازمة والخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ووجه سمو وزارة الإسكان إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في منطقة جنسان وبحث المجلس في جلسته المشاريع التنموية الكبرى والإجراءات المتخذة لزيادة تسهيل تسجيل الشركات وزيادة حجم الاستثمارات للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد إلى جانب متابعة توصيات اللجنة التنسيقية المتعلقة بخفض المصاريف الحكومية بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدوى الاعمالة واتخذ بشأنها ما يلي نقش المجلس ما اتخذته مملكة البحري من إجراءات للتعامل مع التحديات المالية جراء انخفاض أسعار النطف في الأسواق العالمية وما اتبعته على صعيد متصل العديد من الدول بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجراءات في هذا الشأن بعدها وصل المجلس تناول الخيارات المتاحة لاستدامة الوضع المالي وبحث المذكر المرفوع من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وقرر تعديل أسعار البنزين وفق الأسعار العالمية على ضوء ما تضمنته المذكرة بعدها وفق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية الهند وحكومة مملكة البحرين بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمنية الثنائي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعدها وفق المجلس على مذكرة حول مشروع قيرار بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية وربطها بالإدارة المختصة بوزارة الداخلية متى استدعت الحاجة لذلك يهدف هذا المشروع إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها حالى وقوعها وبات تركيب تلك الكاميرا ضرورة أمنية يتضمن مشروع القانون ثماني مواد تتعلق بالضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها والالتزام بها من قبل مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين عن إدارتها بعدها وفق المجلس على مذكرة بشأن وضع الضوابط والمعايير التي يتم على ذوئها وقف سرف العلوات والمساعدات المالية والمكافآت للحكوميين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية بعدها وفق المجلس على المقترح بتشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات تكون مهمتها تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة وتعمى بمراقبة عمليات تداول جمع الأموال والتبرعات وغسل الأموال التي تتعارض مع القانون وتؤدي إلى الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي بعدها طلع المجلس على المذكرة بشأن المشروع بمرسوم باستبدال المادة 2 من المرسوم رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وقرر المجلس إحادة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعدها طلع المجلس على مذكرة بشأن الخطة الإعلامية لسير عمل المشاريع الحكومية حيث تركز الخطة على إبراز استمرارية العمل الحكومي ودائم أمته ومشاريعه بما يختم المواطنين وتتضمن تلك الخطة تغطية لبرنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي والمشاريع الكبرى وبرنامج تطوير الوضع المالي بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم بعدها أخذ المجلس علما بعدد من الاقتراحات برغبة والواردة من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلس عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين ليست بمعزل عن دول المنطقة وأن الهدف من القرارات الأخيرة هو استدامة الوضع المالي لصالح المواطنين وقد أشار سعادة الوزير إلى أن هناك مشاريع تنموية كبرى ومبادرات اقتصادية لخفض الاعتماد على النفط هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر كما تحدث سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا خلال المؤتمر الصحفي حول تعديل أسعار وقود الجازولين في السوق المحلي وقد تطرق إلى مبررات هذا التعديل حيث أكد أن مقدارا خفاض الحاجة للاقتراض ستبلغ 56 مليون دينار سنويا جراء تعديل أسعار الجازولين كما أشار إلى أن بدء تطبيق أسعار الجازولين الجديدة سيكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء سيعرض لكم تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة مباشرة ترجمة نانسي قنقر